تأثيرات سلبية بتحصل للأطفال على المدى البعيد المدى البعيد بقى اللي احنا بنتكلم من أول السنين بقى يعني ايه؟ يعني الطفل احنا بنتعامل معه كده بندرابه، بنزعقله، بنضرابه، بنزعقله، بالتنين خلاص بعد سنة بقى أو سنتين أو ثلاث سنين إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة التأثيرات السلبية أكتر بكتير مما يمكن تصورها مش بس إن شخصية الطفل بتتجه ناحية الخوف مثلا إنه يبقى خواف أو التردد لكن الموضوع قد يصل إلى اضطرابات سلوكية أخرى معقدة زي ايه؟ زي انعدام السقة بالنفس الكذب السرقة التصرف بعنف مع الأطفال الأصغر أو الأضعف أو المخلوقات الأضعف يعني تلاقوا الطفل اللي في الحالة دي تلاقيه يتعامل بعنف شديد مع الحيوانات مثلا أو زملائه بس ايه؟ بيختار بقى بيختار اللي ما يعرفش يرد عليه الأضعف أو الأصغر عدم الالتزام المطلق بالمبادئ أو القواعد الصحيحة يعني ما بيلتزام اللي هو بيتقال عليه بقى ليه الأدب عدم الالتزام المطلق بالمبادئ أو القواعد الصحيحة إلا في وجود سلطة أسارية أو مدرسية بتتصرف معه بعنف أو بشدة فاهمتوا قصدي؟ فاهمين قصدي؟ فعارفين المشهد يمكن كلنا نستدعيب كده من ذاكرتنا يمكن بنشوفه في أعمال فنية أو ما إلى ذلك اللي هو لما المدرس بيبقى في المدرسة وتلاقيه يخرج أول ما بيخرج وتلاقي العيل ها بتاعه مش عارف إيه ويقعدوا ويطلعوا فوق الديسك وبتاعه مش عارف إيه الأطفال دول عندهم مشاكل كتير كل الأطفال دول آه كل الأطفال دول أنا بقول لكم نموزة يعني خلاص اللي هو أو أول لما حد يخرج تلاقي الطفل ده يبقى مؤدب قوي لما الأب أو الأم يكونوا موجودين في البيت يعني من يمارس معه العنف أول ما بيخرج خلاص بيبقى بيتحول بيبقى شخصية تانية علشان كده لا يمكن الاعتماد على العقاب أنه مكون رئيسي أو وسيلة فعالة في عملية التربية العقاب بيحصل عند التأكد من تكرار الطفل لفعل شيء خاطئ بشكل متعمد رغم طلبنا منه عدم فعل هذا الشيء بشكل واضح وأكتر من مرة ما فيش حاجة اسمها إيه ما أنا قلت له من شهر أنه هو يحط الكباية دي ما يحطهاش على الحرف لا ما فيش حاجة اسمها كده حضرتك وحضرتك تقوله كتير لأن الطفل لازم نكرر عليه النصيحة علشان تستقر في وجدانه ويطبقها ما فيش حاجة لا ما أنا قلت له ما فيش حاجة اسمها كده لأن الأطفال أصلا انشغلتهم أكتر بكتير مننا عكس ما أنتم متخيلين هما مش جغولين شغلين نفسهم بحاجات تانية خالص مش بس إن إحنا كمان نقول ده التأكد من إن الطفل فهم اللي إحنا بنطلبه يعني ما ينفعش نقول إيه ما تعملش بقى البتاعة دي تاني كده إيه بتاعت إيه يعني وما تعملهاش إيه فأنت بس اللي فاهم حضرتك أو أنت بس اللي فاهم فتلاقي الطفلي بصي لك كده وماشي حتى لو فأقول لك ما أنا قلت له هو قلت له إيه قلت له إن هو ما يشيلش ما يشيلش مثلا ما يجيش جنب الأل الحادة دي هو أنت كده قلت له ما تشيلش أنت بتقول له سيب بقى البتاعة دي في حالها ما تجيش جنبه ولا شاور تحت هو أنت وقف بعيد كده وبتلقي بالتعليمات نيجي بقى أخيرا في آخر دقيقة كده أو دقيقتين من الحلقة عايزين نتكلم عن العقاب العقاب المعنوي هو عبارة عن إن إحنا نستغل حالة تعلق الطفل بأشخاص محددة إن الطفل بيحبهم وإن الأشخاص دول يظهروا الشعور بالضيق من تصرف الطفل الخاطئ يبقى في الحالة دي الطفل بيعمل اعتبار يعني والأشخاص طبعا دول لازم يكونوا الأم والأب والإخوات الجدود الأشخاص اللي الطفل بيحبهم فلما يباني إن إحنا زعلانين من التصرف ده ده بيبقى حاجة فعالة أوي ده اسمه العقاب المعنوي العقاب المادي مش المادي الفلوس هو في النوع ده بيتم استخدام إن فيه أشياء محببة عند الطفل نبعدها عنه لفترات محددة أنا بتكلم على الألعاب ما جبتش سيرة الموبايل وما جبتش سيرة التابلت لأن التابلت والموبايل مش ألعاب فلما الطفل يعمل أخطاء محددة وهو مثلا بيحب يلعب باللعبة دي نقول له لأ إنت بسبب الخطأ ده إحنا هنشيل اللعبة دي لمدة ساعة فالطفل هنا بيربط أن هذا العقاب أو هذا الحرمان تم بسبب ارتكاب هذا الخطأ العقاب الموضوعي المقصود به هو ربط حرمان الطفل من شيء محدد زي الخروج مثلا نتيجة خطأ كبير يستوجب العقاب ده وأخيرا العقاب النفسي هو إشعار الطفل بالزنب تجاه أثار سلبية على الآخرين نتيجة تصرف الطفل الخاطئ والحقيقة أن النوع ده بالذات لا يجب التمادي فيه ويفضل استخدامه فقط في العملية التعليمية يعني ده نوع العقاب المعتمد في المدارس أنه شفت أنت بسببك حصل أنه بقية الناس ما استفدتش أو ما سمعتش أو ما اتأخرنا عن الحاجة الفلانية ولا يجب زي ما بقول التمادي في ده كل الأنواع السابقة دي لا يمكن تطبيقها إلا بعد عمر ثلاث سنوات يعني يكون الطفل أفل الثلاث سنين ولا يجب الإفراط في استخدامها بل جعلها عند الضرورة فقط المعتقدات بقى الخاطئة بتاعت كلنا اتضربنا وإحنا صغيرين واتلعنا كويسين مفيش أي دليل يقول أن حضراتكم كويسين على فكرة يعني عندكم مشاكل بس أنتوا يا إما مش منتبهين لها يا إما عارفينها بس بتدروها يعني أو أنا بدرب بس ضرب غير مؤذي مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها ضرب غير مؤذي لأن كل الضرب مؤذي زي ما عرفنا ومفيش حاجة أنا عارف أو عارف أن الضرب غلط بس ما بقدرش أتحكم في أعصابي لا لازم تتحكم في أعصابك ولازم تتحكم في أعصابك ترجمة نانسي قنقر